التقى محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي بمكتبه في المكلة الهيئة التاسيسية للمجلس الحضرمي للاطلاع على نتائج جولتها وتعرف المحافظ بن ماضي الذي ترأس تحركات وفض حضرموت في العاصم الرياض ومناقشته التي تمخض عنها تشكيل المجلس الحضرمي برعاية المملكة العربية السعودية تعرف على مخرجات اللقاءات التي عقدتها قيادة الهيئة التاسيسية خلال الأيام الماضية بوادي حضرموت وفي اللقاء دعا محافظ حضرموت إلى لم الشمل ووحدة الكلمة واستقطاب جميع طوايف المجتمع وشرائحها ومكوناتها وأكد أن مصلحة حضرموت فوق كل اعتبار داعيا إلى ضرورة التمثيل العادل لجميع شرائح ومكونات ومدريات المحافظة والانفتاح على الجميع هذا ويرى مراقبون أن موقف قيادة السلطة المحلية مناقضا لمطالب أبناء حضرموت في رحيل قوات المنطقة الأولى وتمكينهم من السيطرة على أراضيهم وتأمينها وحماية ثرواتها من قوى وأحزاب اليمنانة وفي وقت سابق كانت قد التقت قيادة السلطة المحلية في وادي وصحراء حضرموت بالهيئة التاسيسية للمجلس الحضرمي وقف اللقاء أمام ما توصلت إليه تحركات الهيئة التي تم تكوينها للعمل على صياغة النظام الأساسي والهيكل العام والشروط والمعايير العامة للمجلس وخطتها للقاء للقاء المكونات والشخصيات الحضرمية لبحث رؤى موحدة لمشروعها هذا ولم يتطرق اللقاء إلى الأعمال الإجرامية التي تنفذ المجاميع المسلحة في الوادي ضد المواطنين وكذا محاولات جماعة الإخوان التي تحاول تأجيج الوضع ونشر الفوضى في سياق محاولاتها لإخماد مطالب أبناء مدنيات الوادي والصحراء وفي خطوة عدائية انتجاه الجنوب باشرت بعض الأطراف المحسوبة على القوى اليمنية سياسة مدعومة بأطراف خارجية تعلن التدخل في شؤون الجنوب ومحاولة إجهاد نجاحاته السياسية المعنية بتقريب الرؤى وجمع الصف وحماية حدود الجنوب من التهديدات الحوثية لصالح بعض القوى الشمالية وتلبية مصالحها الضيقة المزيد في هذا التقرير الذي أعد زملاء من غرفة الأخبار تتحرك وطيرة العمل السياسي في اليمن بشكل أسرع منذ قبل أمام متغيرات غريبة وجريئة هي الأخرى فقد عكس تشكيل المجلس الحضرمية غرابة في ظل وجود مكونات حضرمية جوهرية وفي نفس الوقت كان الوجود الإصلاحي في المكوين وحده عنوانا يفسر تأييد الرئاسة اليمنية له بشكل رسمي نهيك عن الحضور السعودي الذي تجسد في شخص السفير السعودي لدى اليمن ليلة الإشهار كانت حدث العام كما يفسر في نفس الوقت كل الخطوات السابقة واللاحقة فعلى غرار المجلس الحضرمي تأسست حالف أبناء شبوى مع اختلاف المسمى ووحدة الهدف ورغم قلتها إلا أنها لقيت دعما سخيا ليعلن المجلس إشهاره رغم رفض السلطة المحلية في محافظة شبوى إعطاءه الترخيص ليرتمي هو الآخر في حضن الإخوان هي موجة من تجزئة الجنوب لا تكمن خطورتها في كونها واقعا يجب على الجنوبيين التعامل معه وإنما خطوة سياسية تصعيدية محمية تمثل أجنيزة دول كبرى ضالعة في الشأن اليمني وهدفها الرئيسي عرقلت وربما تدمير مشروع الدولة الجنوبية المتعسرة ولادتها وعلى غرار سياسة التوالد للمكونات الديمغرافية في الجنوب ألا يحق السؤال وفق الواقع السياسي للشمال والعسكري للشمال أن ننادي بتأسيس سياسة تقسيم دمغرافية ممثلة لتفويت الفرصة على الجماعة الحوثية للاستتاب السياسي وتمزيقه من الداخل كونه العدو الذي يتفق عليه الجميع لن تجد هنا أدانا صغية أوية حراك لتلبية هذه الاستراتيجية ضد الشمال المتحوث ليبقى أمن مستتب لا يحاربه مدعوة اليمنة إلا بألسنتهم وأما عن مكونات التمزيق الديمغرافي للجنوب فهي تلبية غاية حوثية يمنية مشتركة تهدف إلى زعزعة الجبهة الداخلية الجنوبية وحين الوقوف على أدبيات مكونات التمزيق الديمغرافي لا نجد فيها إلى جرما واضحا من الوطنية حين حديثها عن إسقاط الميليشيات واستعادة الدولة التي لا تمس أي حاجة سياسية أو عسكرية لتلك المكونات المناطقية أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة الجنوبية المقدم محمد النقيب أن القوات المسلحة الجنوبية هي خط الدفاع الأول عن شعب الجنوب وكل ما يمسه من الحروب لاسيما الحرب الاقتصادية واضح النقيب أنه لا فرق بين الحرب التي تخوضها القوات الجنوبية في الجبهات والحرب المعيشية التي توجه ضد الشعب بالداخل وأفاد المقدم النقيب في تصريح للمركز العالمي للقوات المسلحة الجنوبية أن الحرب التي توجه ضد الشعب الجنوبي في المجال الاقتصادي والمعيشي ليست إلا بسبب صمود وثبات القيادة السياسية الجنوبية على الثوابط الوطنية ومكتسبات شعب الجنوب وعلى راسها التحرير والاستقلال واستعادة دولة الجنوب كاملة السيادة والتي تدود عنها في جبهات القتال الحدودية ضد ميليشيات الحوث الإرهابية وقال النقيب إن للشعب الجنوبي قيادة وفية وقوة دفاعية باسلة ستدود عنه في كل الميادين وأشكال الحرب الموجهة ضده وفي هذا الصدد قاربت الأوضاع في محافظات الجنوب على الانفجار بسبب الغضب العارم الذي يجداح أبنائها كنتيجة حتمية لما يمر به الشعب من أزمات وصلت لحد لقمة العيش التي يعاني منها يوميا حسب ما يراه مراقبون ويندر استمرار تدهور الوضع في الجنوب وممارسة الضغوطات على القيادة الجنوبية يندر بأعلان دستوري بتولي إدارة المناطق الجنوبية المحررة تتولى بموجبها إدارة المناطق الجنوبية المحررة كما يمر الانتقال بمرحلة صعبة في عدم مقدرته على رفع معاناة الشعب في الجنوب الذي كلفه بمهمة تحرير أراضيهم من براثن القوى اليمنية فضلا عن فشل السلطات الذريع طوال السنوات الماضية في توفير أبسط سبل العيش حسب ما أشار إليه مراقبون كما فشل المجلس الرئاسي في تحرير ما تبقى من أراضي الدولة وإصراح الأوضاع في المناطق المحررة حيث أشار ناشطون بأن هناك تواطؤا في رئاسة الدولة والحكومة تعمل لصالح الشمال رغم تغيير القيادة حيث أن كل هذه المتغيرات توجب على الانتقال الجنوبي أن يتخذ موقفا حازما وتاريخيا تجاه الشعب وفي سياق آخر وصلت اليوم الأحد السفينة البديلة نوتيكا إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي استعدادا لتفريق الخزان النفطي صافر وقالت الأمم المتحدة إن وصول السفينة نوتيكا إلى مياه البحر الأحمر سيصل بعملية النقل إلى المرحلة التالية من التشغيل وأشارت إلى أنه في الأيام القادمة ستكمل الفرق مرة واحدة الإعداد النهائي وسيبدأ النقل من الخزان المتهالك صافر إلى السفينة البديلة لمنع حدوث انسكاب نفطي كبير وكان في وقت سابق قد أعلن منسق الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة أن عملية نقل النفط ستبدأ بمجرد وصول السفينة إلى موقع الخزان النفطي وأن عملية النقل ستستقلق أسبوعين هذا وتاتي العملية ضمن جهود الأمم المتحدة لتجنيب البلاد والمنطقة أكبر كارثة بيئية عقب استيلاء ميليشيا الحوثي على السفينة منذ بدء الحرب واستخدامها كورقة ابتزاز سياسية